في الحقيقة أهم في كلمة سماحة السيد بالإضافة إلى كل المعادلات التي تطرق إليها وتوقف عندها وما قد نراه في القريب العاجل من ترجمات أكثر وضوحا لها أعتقد أن القناعة بأن العدوان أمريكي على الشعب الفلسطيني وعلى المنطقة وأن وقف العدوان طبعا نحن عاطفيا وإنسانيا يمكن نرغب في أن نرى الصواريخ تتساقط على الكيان من أجل أن نفرض عليه وقف العدوان لكن الواضح أنه بالنسبة لسماحة السيد أن قرار وقف العدوان هو عند الأمريكي وليس عند الإسرائيلي وهذا ولافت وأن الأمريكي هو الذي يقود الحرب الآن إسرائيل سقطت عسكريا وبقيت كآلة قتل موجودة عسكريا سقطت في 27 وما يجري منذ 25 يوم 26 يوم على حدود وأطراف غزة يؤكد أنها سقطت عسكريا أن هذا الجيش عاجز عن خوض حرب هذا الجيش عاجز عن تحقيق انتصارات وأن المقاومة التي سجلت الانتصار في 27 كل يوم تسجل انتصار جديد موازي في المواجهة البرية الذي إذن يوقف الكيان على قدميه ويبقيه مستمرا في العدوان هو هذا الزخم في الدعم الأمريكي الذي لا يزال يكابر لإعادة إطلاق مشروعه لبناء شرق أوسط جديد وفقا لرؤيته ومصالحه لذلك في كلام سماحة السيد أعتقد درجة من الوضوح تسمح لنا بالاستنتاج أن معركة كسر الإرادة الأمريكية هي التي تقاض من قبل محور المقامة وهذا الذي يفسر من جهة هذه الاندفاع في المقامة العراقية التي نحييها في هذه المناسبة والتي يبدو أن دائرة الانضمام إلى مشروع المواجهة مع القوات الأمريكية المحتلة يتسع بين فصائلها ليصبح عنوانا مشتركا جامعا لكل فصائل مقامة وهذا سيعني الكثير بالنسبة للأمريكي في العراق وفي سوريا حجب الله هنا هو ظهير للمعركتين يقع في منتصف الطريق ظهير لمعركة المقامة الإسلامية الفلسطينية في غزة وظهير لمعركة المقامة الإسلامية العراقية التي تتولى معركة العراق وشوريا كسر الإرادة الأمريكية عنوان آليته المقامة لكن آليته الأخرى أيضا يعني نحن لم نسمع سماحة السيد يتحدث بهذا الوضوح والقوة والحسم لجهة أعددنا العدة لحاملاتكم هذا موضوع مش عادي يعني أنه يمكن أن تقول المقامة أو يقول سماحة السيد لا تختبروا بأسنا حاملاتكم لا تخيفنا هذا اختبرتمونا من قبل فلا تتوهموا أن هذا يردعنا لكن أن يقول مهددا نعم وقد أعددنا لها العدة إذن هو يتحدث عن مفاجآت عسكرية تملكها المقاومة في مدى ناري أينما كانت هذه الحاملات يعني لو كانت بعيدة ثلاثمائة كيلومتر عن الساحل هي في المهددا هذا تربيضات صواريخ لا نعلم والأمريكي لا يعلم وبالتالي إذن هنا نحن نتحدث عن شكل آخر من المواجهة هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن هذه المعركة إذا ارتضى الأمريكي فيها الهزيمة الإسرائيلية فإذن هو يسلم بمعادلة جديدة في كل المنطقة وإذا قرر الأمريكي أن ينخرط وهذا أعتقد أنه مستبعد بقراءتنا لمكامن الضعف الأمريكي ولمكامن القوة لدى محور المقاومة هذا معنى التقاط اللحظة التاريخية من قبل قيادة المقاومة لدى الليكي